طفولة أمير فقدت في آخر يوم من شهر رمضان الماضي بعد أن دمر العدوان منزله في غارة إسرائيلية استشهد فيها أعز ما يملك والديه ليصبح يتيما وهو في الحادي عشر من العمر ويتحمل بذلك مسؤوليته وإخوته وهو في سن مبكرة جدا لما أبوي وأم استشهد وتمنت أن نموت مظلش تحالي الحرب التي أبادت أكثر من 2140 فلسطيني في خمسين يوما من القصف العشوائي كان ربع ضحاياها من الأطفال جرح آخر يفتح بعد الحرب الغاشمة العائلات هنا بالقطاع تمزقت بيسان واحدة ممن طبعت باليتم بعد أن فقدت هي الأخرى والديها ولم يتبقى إلا أختها الكبرى لتعيش معها لما تيجي تنام نهائيا طول الليل ما تعرف أنهم من قطمة تعيد بتنادي عليهم وتسأل عليهم للدرجة كنت أكره الليل يجي حظ الطفل اليتيم هنا في غزة أن يجد عائلة من الأقارب يكبر وسطها وإذا ما كان العكس فيضطر للعيش مع طفولته في دار الأيتام الوحيدة بغزة دار قبل الحرب كان يعيش فيها مئة وعشرين طفلا يتيما لكن مع الضحايا الجدد في الحرب الأخيرة من المتوقع أن تستقبل في الأيام المقبلة مئتين وخمسين وافدا على الأقل مثلا طفل علي الشمباري أو أطفال آخرين هنا ما يكتفوا كان عندهم أيتام الأب صار أيتام الأب والأم زي عدد من أطفال هنا موجود فينا أطفال زي عائشة أو هبة قدوا الأطفال موكمين في المحط استشهدت ولدتهم كمان برغم أنهم عندهم يتيم الأب صار يتيم الأب والأم هي وحشية الكيان التي لم تحصد إلا البراءة ومن تركتهم أحياء هم بحاجة إلى دعم نفسي كبير وقدر عدد هؤلاء حزب الأمم المتحدة بثلاثمائة وخمسين ألف طفل يعيشون مع أزمات نفسية من المستحل قياس درجة أثرها على الطفل الغزي ترجمة نانسي قنقر